كل المؤتمرات الدولية والمحلية الداعمة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الوحشية الغير الإنسانية هو دليل على أن العراق أصبح مسنوداً ومساعداً ومدعوماً من أغلبية الدول العالم في حربه ضد عصابات داعش وهو دليل على أن تنظيم داعش أصبح تنظيماً إرهابياً دولياً تعدى الحدود من المحلية وهذا المؤتمر هو مؤتمر لمكافحة عصابات داعش إعلامياً ومن الناحية النفسية وهو أيضاً مهم سواء من الناحية الإعلامية وأيضاً من خلال تقليل من أهمية الدعاءات أو إعلام داعش لأن الكل يعلم أن عصابات داعش اختصبت أغلب مناطق العراق بهالة إعلامية وأن قواته لم تكن موجودة في بعض المناطق وتم اختصابها فقط بالإعلام وبالموبايلات وبالاتصالات إذا تم تصفت الإرهاب العراق فسوف يكسر ظهر الإرهاب في العالم وسوف برأيي سوف لن تقول له قائمة لذلك على كل الدول أن تدعم العراق دعماً مالياً دعماً اقتصادياً دعماً لوجستياً دعماً عسكرياً دعم بالمعلومات العسكرية الدعم بالتدريب بالمدربين بالأسلحة المتطورة بإعادة بناء المدن المحررة لأن حقيقة لدينا الآن محافظات كاملة هي منكوبة مدمرة قضاء سنجار باقي المدن المحررة لذلك فلابد من وجود جهد دولي من تضافر الجهود الدولية برأيي أن مرحلة إعادة البناء هي لا تقل أهمية عن مرحلة مكافظة الحرب بحد ذاتها لأن حقيقة النازح عندما يعود إلى مدينته إلى قضائه إلى محافظته ويرى أن البنة التحتية مدورة أيضاً سوف يكون هناك حركة على هذا المواطن حركة على كسب تفكير هذا المواطن لذلك فالجهود الجماعية هذه عبارة عن جهود متواصلة لا تستطيع أن تتخذ حلقة وتترك الأخرى فبرأيني أن هذا الموضوع مهم ويجب أن تكون هناك مسؤولية دولية إلى هذا الموضوع